السلام عليكم وشمن سين هنكمل مع بعض الفيديوهات والفيديو دوت هنبين فيه الحتة اللي قلناها في example حبو الشر اللي هو احنا كنا شرحنا الفيديو اللي فاته بيتكلم عن data reduction باستخدام الشرح بتاع example دوت عمل في الفيديو اللي فات باستثناء اه توضيح بس حتة اه دي الحاجة اللي مكادش واضحة عندنا احنا قلنا ان هي لما تتعمل مثلا باستخدام على المتلاب فبيطلع عندنا تقريبا اه الارقام ديت بالنسبة اه هنا هنشوف على المتلاب ازاي الموضوع ده هيتتعمل وازاي يطلع عندنا الارقام دي فلو جينا كده بصينا على المتلاب اللي انا عملته ان انا نقلت الارقام اللي موجودة عندي يعني هو كان في تيبل يعطيني الارقام بتاعت فادي كل ارقام عندي وبرضو دخلت قيم كلها من صفر الواحد دخلت قيم من صفر اه لواحد برضو بعد كده حسبت اللي هو عبارة عن الواحد وحسبت اللي هي الواحد مينس الواي وان وحسب الجاما وان عندنا زي ما وضحنا في شرح الاكزامبل وكمان حسبت الجاما تون وحسبت الجي اي على الار تي من اللي هي كانت عبارة عن اه لن الجاما وان اه لن الجاما تون اه ازاي بقى نعمل الموضوع دوت اه هنفطرد ان انا هنا مثلا ادي الجي اي على الار تي اللي المفروض اللي الوان بارامتر موديل بيطلعه هو هنا محلول فانا اه حقول لحضرتكم الحل في الوان بارامتر وحنحل مع بعض الوان بارامترا بيتعمل ازاي فالحل بيقولك ان في الوان بارامتر مارجلس اقوائشن قيمة الايد مفروض تكون واحد واحد تمانية تمانية دي اللي هتخلي قيم ال جي اي على ال ار تي اللي هي موجودة هنا بالازرق اه دي اقرب ما يمكن من الارقام اللي طلع من ال الاتا الموجودة عندي طب الكلام دوت ازاي الكلام دوت اتعمل لو احنا جينا كده هنا بصينا في سال ديت انا جيه تعرفت المعادلة بتاعة اللي هي عبارة عن الآي في ال-A في ال-X-O الآي اللي هو رقم ال-SAL اللي هي يكون موجود فيها الآي اللي هي السال اللي موجود فيها الرقم الحالي والـ 188 اللي هي ال-A ال-X1 اللي قصدها وفي ال-X2 اللي قصدها وبعد كده عملت الارقام الموضوع ده لما عيضت في الاول هتطلع الارقام كلها بحيطة اه بعد كده عملت ايه? بعد كده جيت هنا لو جيت بصيت على انه هو بيقارن ما بين ال جي اي على ال ار تي اللي الموديل هسيبها على الكل سكوارد. فانا الجزئية ديت دي سميتها كل واحدة اه جبت ما بين الموديل بيتلعها والاكسبرمينتل بيتلعها واسمت على الموديل وعملت سكوارد. فبرضو لو جينا بصينا على فوق فهتلاقي ان هي الفرق الموديل على الكل سكوارد. وكررتها لكل الخنات. تعمل زي ما هو وضح قدامكم دلوقتي هنا كده في الكولوم اللي دوي. اه بعد كده عمل بتاع كل الارقام دي. فادي عملتا هنا. يبقى ده السميشن بتاع كل اه هي الارقام دي. والمفروض هنا ده بيتضرب في واحد على عدد الارقام. فهنا عملت بتاعة الارقام طبعا باستخدام اللي هو عادي فهتبقى عبارة عن واحد على مدروب في عندنا. اه طبعا لما بتعمل الموضوع ده الاول مرة اه مش بتكون الحاجات ديت موجودة يعني دي عادة بتكون دي كلها بتكون بسفار عشان بقى تطلع لك تلاتة تلاتة والواحد واحد تمانية تمانية بتعمل ايه? بتيجي من عند داتا. فبتلاقي موجودة هنا فوق. اه لو مش موجودة هنا فبتيجي من فايل اه اوبشنز بتعمل فبتلاقي اه اه اطبعا عشان موجود دلوقتي فالمهم بتلاقي هنا في الحتة بتاعت الان اكتف ابليكيشن اللي هي الجزئية بتاعت السولفر ايه مثل لو زي ما جينا هنا اللي عملنا جوه فهي معمولة عليها علامة صح. اه ده عشان انا اكتفها يعني. فالمهم بتيجي عند السولفر. فبتفتح السل ديت. اه السولفر بيقولك اه الوبشيكتف بتاعتك فين? فانا امعرف الاوبشيكتف بتاعتي يعني لو انا مش معرفة هنا كده خالص فالوبشيكتف بتاعتقي اللي هي السل دي. تمام? فبختاريه. فبيظهر هنا الرقم بتاع. طب اي انت عايز الوبشيكتف ديت. اكبر ما يمكن? ولا مينيموم اقل ما يمكن? ولا متسوي قيمة معينة? يعني لو اتكلم سيحددلي هي المفروض التسوي كم. لا انا عايزة. تمام؟ اه طيب عايزة مينيموم عن قريقين تتغير انه value تغير الخانة اللي موجود فيها قيمة الاي فادي الone parameter مارجلس اكوشن قلنا ان الاي حيكون في الخانة دي اللي هي الاي اا ستة فحتلية متعرفة هنا اللي هي الاي ست هنا حتى لما جيت وقفت هنا اا فراح او او لو جينا نجرب ايه دي الاي ست مجرد بس بتختار الاسات احنا ما فيش اي اي تانية عندنا مجرد ما بنعمل بيقول ان الحل طلع بعمل اوكي فالارقام دي هتزهر اوتوماتيك خلينا نجرب الموضوع دا وتعالى فخلاني نبدأ حتى من الاول خلص بتقول لك ان هي عبارة عن فهنروح نعلم على السيل بتاعة مضروبة في مضروبة في اا مضروبة هنفتح الابراكت اي توان اي توان انا انا حيتحط في الاسيل ديت فجيت كده علمت في الاسيل دي مضروب في تاني زائد الاي وان تو دي الاي وان تو مضروب في الاكس تو مضروب في الاكس تو وقفلت على كده طيعم طلعت لبس فر عايز اسحب دي لتحت بس خد بالك لما بتجي تسحب اللي الى تحت دي انا عايز السيلز بتاعت الاي وان تو والاي 2 وما يتغيروش فبنيجي هنا فوق كده عند ممكن السيل بنحط العلامة بتاعت الدولار ديت بحيث يبقوا هو ما يغيرش السيل ديت لما يعمل الحزب بتاعت اه تفضل الدولار سبتين ونيجي بعد كده فنروح ساحبين السيلز بتاعتنا اه لتحت. طيب? اه فلو جيت بسيت في اي واحدة هتلاقي ان كل السيلز بتتغير معادة ال K6 وال G6 دولة سبتين. لو جينا عند اي واحدة فيهم كلهم بيتغيروا معادة ال K6 وال G6 دولة اه سبتين. طيب. اه بعد كده هنعمل ايه? هنعمل خلينا برضو حتى نعملها كل حاجة من الاول. خلينا نجرب كل حاجة من او البريد. ده هيكون عبارة عن ده هيكون عبارة عن القيمة بتاعة الموضل. احنا هنا في القيمة الاكسبرمينتلي. اه على القيمة الاكسبرمينتلي. الكلام دوت لازم طبعا تأكد ان اه اه اد بعض. فكده اه افزبطت. فكده عملت وحسحبه في كل السيلز الموجودة عندي اه تحت. هنا هو هيكون عامل اللي هو بتاع كونت هيجمع لي. اه فيه كم خانة مكتوب فيها ارقوم. والساميشن بتاعهم ده طبعا هم زي بعض عشان اه نحن يمش فرقة. وهو هي كلها وحايدة. بعد كده الابجكتف فونكشن هتبقى واحدة على الكونت مضروبة في الساميشن. تاني. فبرضو حاليا عندي بواحدة. حاجة يعمليه بقى? هجيب السولفر. اه السولفر خلينا نجيبه هنا كده دلوقتي. طيب. الابجكتف فونكشن بتاعتي انه سيل اللي هي السيل دي. دي برضو عايزها طيب. عايزها مينموم. هتغير كام هغير او البرامتر بتاع الاي وان تو والاي توان. فاعلم على الاتنين سيلز دولت كده. فحالياهم انه اه الارقام بتاعت السيلز هناك كده. ما عنديش اي حاجة تانية. تتعمل. فرح هعمل تمام? اه هنا قال لي ان بس اعمل اوكي. فحاليا ان هنا تضعني قيمة البرامتر اي وان تو واحد بوينت او تمانية اربعة والايتو واحد بوينت تلاتة اه زيرو ستة. فيبقى احنا كده قدرنا نوجد القيم بتاعة كل الموجودة عندنا. اه اللي تحقق لي الموجودة عندي. وهي ديت الحتة اه اللي هو كان موجودة في المسألة واشقق ليها بس في الكتابة ان هي هتتحل اه بالسورفر. السورفر مش اكتر من كده. اه في بتاع الفيديو دوت. الاكسل شديد دوت هتكون اه موجود لينك لي. اي حد يقدر يعمل له داونلود ويجرب اه فيه على الاجزامبل دوت بدون اي مشاكل. اه شكرا مش مانسين.